الحمد لله وصلاة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب احنا المرة اللي فاتت للي فاكر يعني اللي متابع كانت قصة ايه كانت قصة ايه كانت بدأنا مع اول قصة قصة اصحاب الكهف فهنكمل في قصة صورة الكهف المرة ايه تقاتل اللي جايين عشان نبقى يعني ايه اخد نشوط مع الصورة يعني فالقصة اللي بعدها هي قصة مين اه صاحب الجنتين يعني هكذا تسمى القصة بقصة صاحب الجنتين فهنمشي مع علاsty ونحكي القصة ونقف معاها ونطلع بدروس زي ما ربنا امرنا فاقصص القصص ليه لعلهو يتفكرون حلو فوحد وحدة كده القصة بدأت بيه ربنا بيقول واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثلا مش معناها انه دي قصة وهمية مش معناها مثل يعني انه اواح حاجة مش حقيقية لأن الأمثال بتضرب سواء كده أو كده فنبس نبقى فاهمين ونضرب له مثلا في الحالة دي دي فعلا في الحقيقة دي قصة حقيقة يعني ربنا دي قصة علي خلاص طيب إحنا بنتكلم عن اتنين دلوقتي رجلين فربنا بيتكلم أن واحد فيهم جعلنا لأحدهم جنتين هو ده صاحب الجنتين خلاص ففي اتنين معنا في القصة قصة لها بطلين أدي الشخص الأولاني اللي هو جعلنا لأحدهم جنتين وبعد كده هتلاقي فجأة ظهر إيه قال لصاحبه وفيه واحد تاني وهيبنلك من سياق القصة أنه ربنا سبحانه وتعالى قدر الشخصين دول واحد معاه الجنتين اللي بيمثلوا الدنيا وهو بيقول له أنا أكثر وين كمالا وأعز نفرة فواحد فيهم معاه صورة من صور الدنيا وبيملكها وهنشوف تفاصيل الدنيا اللي ما عاملة إزاي واضح أنه الشخص الآخر ما كانش زيه على مستوى وما كانش معاه هذا القدر من الدنيا وبعد كده هتلاقي حوار حصل ما بينهم قال له صاحبه وهو يو حيرو قاعدين بتكلم مع بعض وربنا هيوصف لنا الدنيا دي كتعاملة إزاي وده الإيه وده رد عليه إزاي وبعد كده انتهى الأمر إيه فهو مشهد يعني هنش بتكلم على قصة عبارة عن قصة حياتهم ولما كبر ولما صغر إحنا تقريبا الموقف اللي هنقف معاه ده ممكن يكون خد ثلاث دقايق مثلا من حياتهم تخيل معاه كده نوربنا سبحانه وتعالى فيه ثلاث دقايق ممكن يكون حصلوا في حياتك وانت قاد بتقول له واحد على فكرة كذا كذا فيقول لك بس كذا كذا الموضوع خلص حياتك خلصت بس هي عند ربنا نزلت نزل فيها قرآن تخيل يعني ده اللي يستوقفني هنا انه هو انت ممكن تكون حصل بينك وبين حد كلمتين في دقتين عند ربنا كلمتين دول مليانين حاجات من فاش تتعدى أصلا بل البشرية كلها محتاجة ان هي تعرف إيه اللي حصل بينك تخيل العمق الموقف ممكن يوصل لإيه فده اللي احنا هنشوفه النهاردة فتعاوني نبدأ كده ويريد تفتحه معي كده الصورة تفتحه الآيات عشان تبص بحينك كده وتتدبر أحسن ماشي إن في ذلك لا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد تركز كويس في القرآن عشان تحاول تستفيد منه فهو الآية 32 بداية القصة واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعة كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر وكان له ثمر ده كده بداية القصة بداية القصة انت شايف اتنين ماشيين وبعد كده ربنا بيوصف هما ماشيين فين الجنتين دول عاملين ازاي اللي هو واحد فيهم بيملكها فربنا وصفهم تعاون نرسمهم ارسم مشهد كده في عينك جعلنا لأحد يمنا جنتين من ايه؟ من أعاين فهم شجر كتير قوي من شجر ايه؟ العنب وحففناهما بايه؟ بنخل ففيه عنب وفيه حففناهما يعني الجوانب بتاعتها نخل وجعلنا بينهما زرعة وبعد كده في وسط الجنتين نفسها في زرع كتير زرع كتير بقى ايه كان يطلع فيه قمح ولا ايه الزرع اللي بتحصل رسمت معايا المشهد كده كلتا الجنتين قاتت اكلها يعني انت هزت خال الجنتين دول والشجر ده والزرع ده والنخل ده وهو ايه؟ قاتت اكلها مثمر مثمر بشكل فضيع ربنا قال ولم تظلم منه شيء مفيش حبة واحدة مش موجودة يعني هم في اكمل صور ايه؟ التصور وفجرنا خلالهما نهرة وكمان ما بين الجنتين بقى فيه ايه؟ بقى فيه نهرة عشان يروي الجنتين كاملة بأحسن شكل وكان له ثمر وانيجي لكلمة ثمر دي دلوقتي فربنا سبحانه وتعالى وصف تفصيل الجنتين وكان عاملين ازاي عشان للي زيين احنا اللي هو ملوش في علم الزراعة فعلا يعني مش هيعرف تدبر المشهد ده زيهم المتخصص يا جماعة هيقر المشهد ده بشكل تاني بس عالقل زيين احنا هيوصل لمرحلة انه ربنا يريد ان يقولك كان مديه له دنيا على اكمل وجه يعني لو بوصف لك الدنيا بتاعته ما فيهاش غلط سواء في التنوع سواء في الكمية سواء في الكواليتي سواء في فكرة انه فيه مية وانهما محفوفة وانهما اتنين المنظر شكله جميل والدنيا اللي معاه دنيا مميزة جدا بس اول حاجة عايزين نقف معها واحنا بنقرى كده بس الافعال جعلنا لأحدهما في فين افعال تاني جعلنا لأحدهما حففنا هما بنقل جعلنا بينهما زرعة فجرنا خلالهما نهرة كلها افعال بتنسب لمين لربنا وفي الاول كده هو ربنا بيقول ايه انا اديته انا منحته انا عملتله مهم اقول ان انت لما تقرأ القرآن تفهمه زي ما ربنا يريد ان احنا نتفهمه يهو مش يقولنا كم معا دنيا ما تقالتش كده تقالت ايه انا اديت دنيا انا فجرت الانهار انا خليتها تثمر انت لما تعرفها زي ما ربنا يريدها الايات شكلها يتغير المعاني اللي توصلت وصلك صحي ايه اصلا من الاوي بيقوله انا اللي عملتلك انا عملتلك يبقى فيه رسالة اصلا بدأ ايه رأي القرآن صحي معك ايه ربنا يقول ايه وكان له ثمر ثمر يعني ايه المعنى اللي احنا فهمينه ان الثمر هي الثمار وده صح على احد التفاسير يعني انه بعد كل ده الرجل في الجنتين والمحصول قد كده وعره ولكن من معاني ثمر برضه المال وثمر يعني القراءة التانية ثمر يعني مال يعني مش بس معه الزرع كمان مع ايه كم معه فلوس قد كده فمعه دنيا ازاي ما هو عايز فقال لصاحبي فجأة كده وهو قاعد في الجنة دي وهو مع صاحبه وقفين كده على باب الجنة يعني كمان شوية تلاقيه ودخل جنتا يعني هم وقفين برا كده ففجأ الراجل ده عمل ايه فمع واحد صاحبه فقال للصاحبي وهو يحوير هم اتنين بيتتناقشوا عادي جدا يعني هو مفيش اي مشاكل ولا في ايه مشكلة وقال في ايه خناقة وده صاحبه وبيتحاور فالموضوع التون برضو بتاعت الصوت بسيطة جدا فقال للصاحبي هو يحويره ايه بقى انا اكثر من كمالا وعز نفر تخيل تخيل الجملة اللي فجأة تقال مع صاحبه انا معي فلوس اكتر منك وعزو اكتر منك النفر يعني يا جماعة النفر اللي هو يعني انا عندي ولاد وعندي الناس شغالين معايا وعندي عزوة فانا انا فلوس اكتر منك كتير جدا ومعايا دنيا للصبح وعندي اللي انا محتاجه يمين وشمال اكتر منك يعني اللي هو ايه بقى جاي جره شكل فجأة كده ما هي مش فجأة بقى وانت مستغرب صح اللي هو انت بتعمل كده اللي هي حبيب يعني عقدة نقص دي واللي هي مش كده هي الكلام ده جاي بعد ما الدنيا وصلته لكده فهناخدها واحدة واحدة بس شان ايه ما نسبقش بس في الدروس مستفادة فقال للصاحبي خلي بالك هو كممكن تبقى الفكرة دي جواه صح ايه انا اجمل منه صح هو مش قادة لا هو مش ظنة ولا فكرة هو ايه يعني مش زي مثلا بتاع الهومازا اللومازا ده واحد عمال يهمز الناس ويلمز ويعيب ويختاب ويصخر هو جواه يحسبه ان ماله اخلى ده هو واحد جواه انا اجمل منه عشان فطلع عليه التصرفات دي ماشي ده مش كده ده الموضوع ايه هو انا مش قادر امسكه انا لازم اقول له انا اجمل منك انا عندي فلوس اكتر منك ودني اكتر منك والموضوع استغرق يعني الموضوع اغرقه ده معنى استغرق الموضوع مليا لدرجة انه طلع منه فساعة الواحد يبقى كده فبس تعاله بس نركز فكلامه لانه هو الراجل التلاث جمل هو قال التلاث جمل فاناخده مواحدة واحدة اول واحدة قال له ايه انا اكثر منك مالا واعاز الا exercise وانا اعزوا نفر، الخدم والحشم والولاد ف يعني هي جملة مش غريبة يا جماعة هي وساعات الواحد بيستغرب الجملة دي بس أنا عايز أسألك سؤال هو الدنيا ده عملت في إيه هو نفسك عايزة إيه من الدنيا عايزك تفكر في الإجابة دي شوي يعني إيه هو ممكن أبعايز الدنيا عشان حاجات مختلفة آه في واحد عايز الدنيا عشان يتلزز بيها يعني بالماديات بتاعتها يعني عايز يركب العربية ويدوس بنزيم بسرعة وفي واحد عايز العربية ليه آه عشان يوري الناس مع العربية عشان يركبها يعني هو الهدف مش في دوس البنزيم في ناس كده يعني انت تستغرب يا عم أنا عايز العربية عشان أدوس بنزيم أنا ده دي لزتي في واحد ده أنا عايز العربية عشان كده أنا عايز العربية عشان العربية هتديني حاجة معنوية أصلا مش مادية لو معيها العربية بس الراجل ده كان من النوع ده هي نفسه بتبحث عن إيه التميز والتكبر على الخلق أنا عايز أبقى كبير وسط الناس يعني هو ما راحش أقال له معلش أنا إيه أنا عايز أروح حجري سيبني شوية ودخل جوه الأموال وعاد يعمل زي عفين عم دهب بتاع ميه كده فاكرينه وهو راجل عايش لوحده بفلوس بيتلذس بيها لا هو ده مش كده هو ده أصلا أنا مش عايز حاجة الفلوس دي غير أن أنت تعرف وأنا أثبت لك فده وجد غايته في الدنيا في مرض كده جوه الإنسان وربنا قال إن الإنسان لا يطغى الإنسان بيحب التغيير الإنسان بيحب أنه هو يبقى أنا خير منه الشيطان بيعلمه دين ففيه ناس بتاعرف تجيبها عن طريق الدين ده أنا أطول وبحافظ قرآن وبصلي أحسن ويبقى نجمد منكم بسبب الدين وفيه واحد تانا نجمد منكم بسبب الشغل أنا السيفي بتاعي واللينكت إيه وروحت فين وعملت إيه هو بيحقق بيشبع المرض اللي عنده ده بالشغل وفيه واحد بإيه بتملك الدنيا أهو صاحبنا ده كان عنده المرض ده صاحبنا ده كان عنده مشكلة دي فعاد لقى غايته في الدنيا إن أنا أستشعر إن أنا الفوقية دي العلو ده إن أنا بقى كبير كده بالدنيا دي فما قالوش أنا عندي مال كثير هو قال له أنا عندي إيه هو قال له أنا أكثر منك مالا هو قال الهدف دلوقتي إن أنا بقى أجلد منك مش إلا أزل عندي فلوس كتير فمرض شنيع إن أنت تبقى هدفك إثبات نفسك للناس والناس تعمل لايك وتقول صح وتقول هو أجمد واحد وهو ده الهدف الأساسي مرض عجيب جدا بس كل واحد في نفسه ممكن يظهر منه المرض ده فعايزك تلاحظه كده بيقول له أنا أكثر منك يعني ثلاث كلمات فين يا من الدنيا أنا مش موضوع ده بقتي أسلوب تفضيل أنا وإنت ومين أحسن سبحان الله وأعز نفرة دي أول جملة له تعالوا نكمل ودخل جنته وربنا قال وهو ظالم لنفسي يعني هو خلاص للوقت بتعامل مع نفسه غلط وشايف الدنيا غلط فاهم ربنا غلط الأخرة غلط هو كده خلاص متلبس بالحالة دي وبقى كده الاتنين داخلين يمشوا جوه الجنة ودخل جنته وهو ظالم نفسي تاني جملة قال ما أظن أن تبيد هذه أبته بصص كده حواليه ولقى الشجر ولقى الثمار وربنا قال إيه ولم تظلم منه شيئة كمية زروع وكمية أشجار وكمية الثمار وكمية وشايف الخضار وشايف الكترة فبص كده فعينه لما بصت شايفت ده إيه الفكرة اللي راحت له ما أظن أن تبيد هذه أبدا هو ظن أن الدنيا دي محدش هيعرف يخدها مني محدش هيعرف ينزعها مني أنها باقية طب هو ليه ظن ده يا جماعة لا مش من كترة الإجابة صعبة الإجابة مهمة لا مش غروف لا كله ضحبة لا هي في شيء حاجة واحدة أنا أتسلح عشان هو عايز ده خليني يا فاهمك بصت الجملة دي عشان جملة عميقة شايف يمكنك تبعيز حاجة أوي أوي فعشان تعايز هو تصدق أكيد ربنا مش مش هيدخل لول النهار هو أنت العلم مفيش هو إيه اللي موجود أنا نفسي ربنا يدخلش لول النهار فإيه فهظن ده أكيد دي مش حرام ليه عشان مش عايزة تبقى حرام فهظن ده يعني إرادتك للحاجة هوك يخليك تعمل إيه تظن أكيد مش هسقط يعني عارف هو هو ما عملش حاجة في الامتحان بس هو إيه هو نفسه ما يسقطش فيتحول أنا مش عايزة أسقط ليه مش هسقط بس دي يعني مش عشان أنا ما عايز أهي بس أنت نفسك بتعمل لك كده أكيد هنلاقيه إن شاء الله والموبايل ضعه وتسرق والراجل باعه وخلاص وأنت أكيد هتلاقيش ليه وأحسن الظن يا حبيبي ماشي أنا بنحسن الظن بس في فرق بين أنت تحصل الظن وأنت عارف أن أقدر ربنا بتسير وما بين لما أنت تعيش في علاقتك مع ربنا علاقتك بالدنيا علاقتك بالأخرة علاقتك بكل حاجة على إن اللي أنا عايزه يعني إيه إن شاء الله هو اللي يحصل كده وخلاص كده وخلاص يعني أنا عايز أعصي ما أتعاقبش يعني ربنا هيغفر لي خلاص هيك نيس كده ربنا هغفور الرحيم هو ليه مصدق قوي الفكرة دي؟ عشان هو عايزها يعني هو مصدق قوي فكرة ربنا أكيد أكيد هيغفر في الآخر ليه؟ هو عايزها جدا فهنعمل ليه؟ حد يعرف يزبتالي بالعلم؟ لأ خلاص إحنا نصدق الواهم ده يا جماعة وكده إحنا وصلتين مشهدنا وصود أن أصدق هو الراجل ماشي ما أظن أنت بيه ده يا جماعة خلاص حد يعرف يعكر علي صاف ويتي ما حدش يعرف خلي بالك ليكون هواك هو اللي بيفكر لك بس ده المهم نطلع به خلي بالك ليكون مين اللي بيفكر لك هواك لأن الهوا يعني عايز زي ما أنت عايز ربنا يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب يعني يعني لو أنت عايز تتمنى وبتهوة حاجة معانا هي الموضوع مش ماشي كده هو ماشي بإيه؟ ماشي بالعلم ماشي بربنا قالينا إيه اللي هيحصل مش أنا عايز إيه؟ هو ما أظن أنت بيه ده يا هادي أبدا الجملة دي حق ولا باطل؟ الجملة دي باطل لأنه ربنا ما قالش كده طب هو ليه عايش الوهم ده؟ هل الراجل ده كفر مسلا ما كانش يعرف ولا يعني هيعذر لجهله؟ خلاص يا جماعة هو الهوا تملك منه الفكرة عكبة جدا نطلع جده ما يصدقها خلاص خلي بالك لأن انت ممكن شخص من كتر ما يعني هو نفسه في حاجة ومش عايز يسمع غير لهوا تتحول الحاجة دي عنده هو الحق يعني هو راجل مش بيقول أنا عارف إن ده غلط بس نفسي فيه أنا عارف إنه ما ينفعش بس ياليت هو بيقول له بيقول لصاحبه بيبقه كده بيعلن ومش سحيلك دوني تاخد مني ما عندهش أي شواهد يعني مش مثلا حد حاولي أخدها قبل كده فمعرفش أو هو نزله وحي مفيش اليهود قالوا لن تمثنا النار إلا ياما معدودة هو نفسه في دي يعني هو الشيطان يجي يقول لك يا عم هنتعذب شوية صح؟ وهي كده نخش الجنة فربنا عشان كده العقل هنا بيتكل أتخذتوا معين ده الله يا عهدا تمام فلن يخلف الله عطا أم تقولون على الله ما لا تعلمون فهي أنا واحدة فيهم بس هي كده اليهود نسمى لهم يا عم إحنا هنفتري ونحرف ونقتل في أنبياء ونقربها ونظلم ونعمل كل هازين وفي الآخر هنتعذب شوية هو الفكرة دي عجبهم جدا فقرروا أنهم إيه؟ يعيشوها فعايشين وهم بناء على اللي نفسهم فيه أنا أنا بعمل أعيد في دي لأن هي يعني فهم؟ هي جوانة كلنا لما تبعيس حاجة قوي طب تلف وتدور لحد ما ممكن تغرقك في الفكرة نفسها ويبقى أكيد أكيد نفسهم ما قالش كده وهو قال كده والله بس أنت لا لا أكيد ما قالش كده لدرجة أنه إيه؟ يبقى البخاري غلط طب القرآن يبقى القرآن أنت والمفسرين وش يا عم إحنا شوية أنت اللي ماشي وارا سلسلة غلط من الأول فالراجل ده وصل للمرحلة دي دي تاني جملة لها تالت جملة وما أظن الساعة تقائمة ولئن رددتوا إلى ربي لأجدانا خيرا منها منقالبة خلي بالك هو بيقول الساعة وبيقول ربي فهو الرجل ده هو مش جاي هو مش واحد ملحد صحي لا يعني هو واحد إيه؟ واضح أنه إيمانه تبدل واضح أنه وفكاره تغيرت هو بدأ يقول لصاحبه في الأول أنا أكثر منك خلاص عرفنا المرض ده والدنيا عامت فيه وبعد كده بصت الدنيا عامت فيه لما عينه جات عليها ومشي كده حتش عرف أخدها مني ومرة ما تروح مني وبعد كده ولئن يعني خلاص هو بدأ يشوك خلاص الأخرة وما أظن الساعة تقائم أنا شايف على فكرة وليه أصلا يبقى فيه يوم قيامة؟ يعني هو واضح أنه كان عنده الفكرة دي وبعد كده جاء له على فكرة أنا مش شايف أن يوم القيامة ده هيجي ولئن خلاص أنا شاكك خلاص الأكيد أن أنا شاكك يعني مش هو ولما ولئن لو احتمال يعني أنا مش شايف كده ولئن رددته إلى ربي لا إيه؟ لأجدن بص اللام والنون لأجدن ده اسلوب إيه؟ دي حروف إيه؟ حروف توكيد لأجدن الأكيد بقى يعني ده لئن هو شاكك هنا بس لو حصل أنا متأكد أنه ربنا هيدنيني اللي أحسن منها أصلا يعني إيه؟ لو أنا انقلبت لربنا ولئن رددته إلى ربي وانقلبت إيه لا يحصل؟ لأجدن خيرا منها لما أنقلب لما أروح للأخرة هلاقي أحسن من الجنة دي ليه؟ ليه يا جماعة؟ نحن لدي مشكلتين ده ليه قال كده؟ ليه قال ده مش هيحصل؟ وليه قال لو ده حصل هيحصل لي كده؟ ليه قال مش هيحصل هي اللي قبلها جماعة؟ يعني هو برضو إيه؟ حبه للدنيا وتعلقه بيها؟ آه بدأ يقول له إيه؟ بدأ يقول له بص بقى يعني إحنا عزين نفضل كده فأي حاجة هتقول لي أنه في غير كده يعني أنا مش عايزها عارف أنت تقعد مع أحد كانت تيجي وكانت مع الموت شوية ولما تموت هيحصل فيك أنت بنسبة لك يعني السرد مش حلو الموضوع ده ليه مش حلو؟ لأنه بيعكر علي اللي أنا فيه فده وصل لمرحلة لا بقى مقاش فيه يوم يعني يوم كل ده يروح مني كل ده يخلص ونرجع من الصفر فأنكر الفكرة تماما طب وليه قال لو فيه هاخد زي ما خدت هنا لأنه برضو نظرته للدنيا بص يا جماعة هو الرجل ده من أول القصة لحد أخيرها هو مش فهم حاجة عن الدنيا فهمها غلط من أول إلى الأخير فاكر إنه جامد عشان هي معاها وفاكر إنه عشان هي معاها عمرة ما بتروح ومش أخبره مين الدهاله هو في النص مفيش ربنا وفضل ربنا مفيش وما يعرفش مين الدهاله وفاكر إنه اللي بياخد الدنيا هو الكويس عند ربنا فهو ربنا أكيد بيحبه يعني اللي بيدي له دنيا ربنا بيحبه فلما هيروح الأخرة يبقى ربنا بيحبه هيروح الأخرة يبقى ربنا بيحبه هيروح أخد الدنيا هيروح أخد آخر هو الدنيا بعد بياخد الهندسية دي خليته يعمل كده زي بالظلط لو واحد يقول لك تم هو الكافر ربنا بيدي له دنيا تم يدي له دنيا يا حبيبي لبيس لسؤال ده أول مشاكله إيه؟ هو فاكر إنه اللي بياخد الدنيا ده الصح وده الحلو فعنده عمس تفهم إزاي هو كافر وأخد دنيا هو أيه المنع أصلا المشكلة عندك أنت في نظرتك يعنيه دنيا فيوجد السؤال ده لو واحد تفهم إنه الدنيا دي لا تسوع عند الله جناح بحوضة وملهاش لازمة وربنا مدهاش لأحب الخلق اللي لنبي صلى الله عليه وسلم مفتحش عليه في الدنيا هيجي يقول إزاي أبو جهل مع دنيا؟ هو أصلا هيقول ماشي ما ياخد الدنيا ولا ما ياخدش؟ انت تعطرد لما تقول إيه؟ لما تلاقي أبو جهل معه جنة إنما هو الرجل ده فاهم الدنيا غلط كلام أول آخر فخليته كل أفكاره عن علاقته بالناس وعن نظرته للدنيا وعن هيحصل فيها إيه؟ وعن ممكن يحصل بسببها إيه؟ كل ده عكف عكف إحنا هنيجي نصلح كل ده في الآخر بس عشان تشوف القصة دي إحنا إيه موضوعها يا جماعة؟ موضوع أنك تفهم الدنيا تفهم إيه هي الدنيا؟ وتخلي بالك عشان ما تعملش فيك زي ما عملت في الراجل ده وتحسبها صحي عشان كده لازم كان ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا عن صاحبه ورد عليه إزاي؟ إحنا عايزين نتعلم النموذج الصحي فربنا أجازهولنا في القصة عشان نتعلم منه وده اللي حصل بعد ما الراجل خلص قال له صاحبه وهو يحايره وبرضه يعني إيه؟ الراجل بيتكلم فأنا بيتكلم ما بيجيش واحد يتكلم معك فتقوله وتقعد شوت فيه وتشتهم فيه عشان هو بس بيقول حاجة غلط بالراحة هو بيتكلم كان فيه كده فيديو معنا واحد ملحد وبيحوروه عارفين الفيديو ده موزيعة جاية والملحد فلان بعد أول دي أطلع بره طب انت جايبان إيه طيب على حد شفه ده شعديل الحد والعرف ده ومطردينه طب انت عمتيش حاجة أصلا يعني يعني إيه؟ لو واحد بيتفرج بعيدا عن الموضوع هيعيب عليها هي لغير من نحن نضحك عليهم هما الاتنين بس انت بتاع هو دي هاي ده هو ده الحوار هو ده الحوار يعني فأطلع بره وستة أصلا ما بعدتش عشر ثواني يعني زيك ان الراجل ده قال الله انت كفر ابنك كفر وماشي سيبه ايه ده حبيبه؟ ايه ده حبيبه؟ لما حد يحورك حوره لما حد يكلمين جوترية غلط ايه شو سيبه؟ عشان بس نيه متفقين بس مين تتكلم معه زيه؟ طب قال له ايه الراجل؟ الراجل قال ثلاث جمل وده هيرد لأيه بثلاث جمل بس خلي بالك هو بدأ بأنا أكثر ومين كمالا ما أظن انت بيدي هدايا ما أظن الساعة القائمة صاحبه هيرد عليه من تحت الفوق عشان تركز لانه الاهم ثم الاهم هيرد على دي وبعد كده دي وبعد كده دي وتعالوا نشوفه ايه دي قال له صاحبه وهو يوحويره اكفرت دي اول حاجة لهذا سيبك بقى من ان انت حسب مني ولا احسب ان انك تقول حاجة اللي انت قلته ده اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلة انت بتقول لي مفيش يوم قيامة مش ربنا اللي عملك وعملك من مراحل وكنت ولا حاجة بقيت نطفة بقيت رجل فاللي خلق يعيدك ازاي الفكرة دي فجأة تتشال من دماغك اولا القول ده قوله كفر مفيش يوم قيامة انكار يوم القيامة ده قوله كفر انت ازاي تكفر ولا انت كفرت ولا ايه الكفر اللي انت بتقوله ده خلي بالك فبدأ الاول يكلموا عن ايه عن يوم القيامة ولكن لما جيه فكروا هو كم ممكن يقول له الذي يبدأ الخلق هو مقاللوش كده فكروا بمراحل خلقه بالتفصيل وهو بيقول له انت كنت تراب واي كان نطفة ليه؟ لان صاحبنا ده متكبر جدا فمحتاج حد يفكروا بدي كمان معها يعني هو كم ممكن يقول له اه كفرت بالذي مثلا ينشئ الزرع مثلا بعد موته صح؟ يحيي الارض بعد موته ما اختارش المثال ده اختار الناموذج بتاع احياء الانسان وما اختارش الانسان ان هو مثلا قال له احياء اختار النطفة ليه؟ عشان يقول له فكر اصلك بلاش بس الكبر اللي على الفاضي ده ومما قوي انت بتقرأ انك لما نفسك نفسك يا جماعة ربنا خلق فينا النزعة دي النزعة للتكبر ده الانسان يحب يطغى الشيطان يبعث فيه الامراض دي ولو مربتش نفسك وربتها وزكتها من هي تسويها كده العبد يعني الطريق معبد يعني مزلل ربنا بيطلبك ان انت تكسر نفسك وتتواضع لله وللخلق لو عملتش كده هتكبر ومن وسائل انك تعمل كده انك تعرف نفسك وتفكرها بنفسك وتقول لها احنا ولا حاجة احنا نطفة احنا في الحقيقة انا في الحقيقة اصلي نطفة يعني ده في الحقيقة ده 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 فاكت ده ده الملحد عارفه اصلي عبارة عن ايه نطفة لو على الارض مرضاش اشيلك ده الحقيقة لازم اقول لنفسي بيها انت ليه حاسن انت حاجة انت ولا حاجة انت من احقر ما يكون انا بتكلم كده انا انا مش بهين نفسي للوطن كده انا باكسر نفسي لو هي بتتكبر لازم اتكلم معها كده لازم اربي نفسي كده احنا كلنا كده قدام ربنا بقى سبحانه وتعالى كمان بتخيل واحد بيتكبر على ربنا مش على الخلق بس فعشان كده صاحبه ده عمل ايه فكروا بنفسه قال له ايه ده شوية انت ايه انت ولا حاجة في او في الاخر وكلنا ولا حاجة كلنا في المستوى ده ايه الناس ربنا يقول انتم الفقراء الى الله كلنا في المرحلة ده كلنا في الحجم ده وكلنا في المستوى ده مخلوق ضعيف خلق الانسان ضعيف مخلوق عجول مخلوق بينسى مخلوق عاجز مخلوق لا يقدر مخلوق خلقاكم اخرجكم من بطول يماتيكم لا تعلمونا شيئا مخلوق جاهل وهي ده صفاتنا نحاول بقى نكتسب شوية شوية قدرات كده وشوية بمعاونة ربنا كمان فيجي واحدة انا زكي وانا جينيس وانا ما حصلتش وطلع بقى في البودكاست وانا لما سفرت وعملت وانشأت وانبنيت نفسى يا حم يقعد بقى اهدى مفيش في مرة يقول ايه وربنا كرمني وربنا عملي وانا برضو عكت ابني لان انسان وضعيف وجاهل ومعرفش الغيء مفيش هو دايما انا ما حصلش انا فيش زي انا جبل اهدى يا عم انت نطفى في الحقيقة وده مش هو بس احنا فالآية دي جاي عشان اللي عنده كبر يقول لنفسه كبر ايه ايه تكبر على ايه تكبر على ايه احنا حبسناك في قوضة مش هتعرف تعيش نص ساعة لوحدك انت تعرفش تقعد في مكان لوحدك كده ساعة ساعتين الا مش قادر امسك نفسي معرفش احكم شعري واعصابي وكانت جنن لو عاد لوحدك انسان انسان قدراته محدودة جدا قدراته محدودة جدا فمحتاجين ان احنا نكسر نفسينا شوي فاول حاجة رد على اول جملة فبدأ بالاهم يعني وبعد كده بس هو اكد على الرد انه انا مش زيك لكنه هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا يعني لو انت خلاص بقى ظنك في ربنا كده انا مش زيك دي اول جملة ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله دي تاني جملة هو قال له ايه ما اظن ان تبيد هدي ابدا قال له ده ما كان الاحسن لك لو لا يعني الافضل ليك انك لما كنت وانت ماشي جوا الجنة هتقول ايه ما شاء الله لا قوة الا بالله الجملتين دول تحفظهم احفظهم وتقولهم دايما هو بيقول له انت المفروض كنت دايما انت قول ربنا اللي الداني ده ده بمشيت ربنا مش انا اللي خدت ده مش انا اللي عملت ده اللي جالي ده بسببه بسبب مشيته ما شاء الله ولا قوة الا بالله لولا انه ربنا بقوته بقدرته بقردته بعظمته الداني ده ما هكتش عارف اعمله احنا عايزين الصيغة دي تبقى معنا دايما يا جماعة يعني لما واحد يطلع ويقول له يحكيني عن تجربتك يقول لهم ربنا شاء ان انا يبقى عندي العلم ده ولولا ارادة ربنا ما كانش اي حاجة من دي حصيتلي نفسينا حددت العقولك وهيبقى برضو قدوة يعني عادي يبقى برضو مميز ومحترم بس يقول الحقيقة انت لازم قدام نفسك يقول الحقيقة علمك ده من عند ربنا قدرتك العقلية ده من عند ربنا انت انجحت عشان ربنا انت في صحة وعفية بسبب ربنا انت عندك عربية ولا عندك ابن ولا زوجة ولا شغل بسبب ربنا دي الحقيقة اي حاجة تانية انت عايش في وهم فهو بيقول له رجع بس انت خش الجنة اللي ربنا ادهلك بس تنسب الفضل لصاحب الفضل وقول انه ده بسببه مش بيا وده مهم جدا وده اول الشكر يا جماعة الاعتراف بالنعمة اصلا وده اللي شطان قال ربنا ولا تجدوا اكثر ومشاكرين اي اي اشتغل معهم على دي اي بقى فاكر ان الموضوع بيه وكده يعني وبقى كده دخل معاه في تالت جملة انا اكثر منك كمال انا عزمه فاقال له ايه ان ترني انا اقل منك مال انا ولده فاقى فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماءها غورة فلا انت استطيع لا يطلب فقال له لو انت شايف ان انت دلوقتي في وضع انت معاك حاجة اكتر مني فخلي بالك من حاجتين كويسين اول حاجة قال له ايه فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك تي اول حاجة طبعا لو انت زي كده فهو اصده ايه هنا يعني ايه يؤتيني خيرا من جنتك ايه هو الخير اللي من جنته في الاخرى اولا في الدنيا طب مين يقول لاتنين ماشا مين يقول في الدنيا ماشا دون اللي جابتين غلص المفسرين في التفسير هي في الاخرى فلو انت زي كده انا كنت فاكر انها في الدنيا اصلا يعني على فكرة ربنا ياخدها منك ويديني بكرة دنيا انا ايه او انا عايز دنيا برضو انا مش صاحبه التاني انا مين انا واحد انا بتفرج اليوم الاثنين فانا لسه بتعلم فانا لسه جواه حب دنيا فعايز اسمعها عايز برضو اسمعها ازاي ان هو بيقول له ايه انا ممكن معاي دنيا انا عايز اسمعها كده اهو عافكة ممكن عندي بوجاتي عادة هو اصلا مش قصده كده هو بيقول له دنيا ايه وكلام فاضي ايه انه لو انا ربنا قدرلي الدنيا دي في الدنيا اللي هي زيرو اللي هي قليلة اللي هي ان انا معايش اللي عندك وقدرلي ده عشان ده أنفع حاجة لي عشان نروح الجنة